ترامب لا يريد أصواتكم، لكن هناك مكان لكم في حملتي. بهذه العبارة حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن جذب الجمهوريين المعتدلين الذين لا يميلون لسلفه دونالد ترامب. إعلان ترويجي لحملة بايدن الانتخابية يستغل موقف ملياردير العقارات من ناخبي منافسته سابقاً لترشح الحزب الجمهوري نيكي هيلي. الإعلان تضمن مقاطع فيديو تظهر ترامب وهو يصف هيلي بالمجنونة ويلوح بطرد أنصارها من حملته السياسية حتى إن الملياردير الجمهوري ظهر في أحد المقاطع وهو يؤكد قدرته على الفوز من دون دعم مؤيدي هيلي. محاولات حملة بايدن لاستغلال موقف ترامب تأتي في إطار سعيه لبناء التحالف الذي أوصله إلى البيت الأبيض. باستمالة الجمهوريين المعتدلين الذين صوت ما يقربوا من خمسمائة وسبعين ألفاً منهم لصالح هيلي في ثلاث ولايات حاسمة لنيلي ترشح الحزب الجمهوري. وبالرغم من أن العدد يبدو قليلاً لكنه قد يشكل فارقاً في السباق الرئاسي والذي شهد منافسات تم حسمها بهامش ضئيل. ولا تقتصر جهود بايدن للفوز في السباق على توسيع دائرة مؤيديه، بل لحشد الأموال اللازمة للتفوق على خصمه الملياردير الأمريكي، وهو من عكس في نجاح حملته في جمع ما يزيد عن سبعين مليون دولار قبيل المواجهة الجديدة مع ترامب في نوفمبر المقبل. مبلغ يزيد عن ضعف حجم التبرعات التي حشدتها حملة ترامب، ما يمنح فريق بايدن قدرة أكبر على إنفاق الأموال على الدعاية.